عودوا إلى الإرشيف الماضي. هذه ليست أول حرب. 2008، 2012، 2014، 2021 وهذه الحرب. وحروب أقل من ذلك. وكل مرة نفس الشعار. نريد أن ندمر حماس. نقضي عليها نسحقها. والدعم الغربي هو ذات الدعم الغربي. بل أذكركم في عام 96. عندما اغتالت إسرائيل البطل يحي عياش. وبعد أربعين يوما ردت المقاومة الفلسطينية وكتاب القسام تحديدا. بأربع عمليات كوبرة. زلزلت إسرائيل. جاء كلينتون الرئيس الأمريكي آنذاك. عقدوا مؤتمرا دوليا في طابة. ثم جاء كلينتون إلى الكيان الصيوني. وركب الباصات ليطمئن الجمهور الإسرائيلي. لأن كانت عمليات استشادية في الباصات. هذا هو الكيان. هذا الدليل أن إسرائيل دولة مصطنعة. ظنت نفسها أصيلا في المنطقة. بينما هي طارئة على المنطقة. هي تقوم على الدعم العسكري والأمني والاقتصادي الأمريكي والغربي. وبالتالي لا مستقبل. هذا باختصار. هذا مشروع استيطان. كما قال عبدالوهاب المسيلي. الله يرحمه. كل مشاريع الاستيطان فككت في نهاية الزمن. طال الزمن أو قصر. أعتقد يا أخي العزيز. أن طوفان الأقصى. هذا زلزل أركان الكيان الصيوري كما لم يزلزل من قبل. ولذلك هذه فرصتنا كفلسطينيين وكعرم وكمسلمين. ومن يعشقون الحرية في العالم. وينبذون الاحتلال والاستيطان والعدوان. فرصتنا أن نجهز على هذا الكيان. حتى يرحل الأساس في مشكلتنا هو الاحتلال. وبالتالي هذا نريد أن نتخلص من هذا الاحتلال. ومعه استعادة الأرض والقدس والأقصى وحمايته والإفراج عن أسرانه وكسر الحصار عن غزة. وأن نعيش أحرارا. اليوم غزة والقدس والضفة والثمانية واربعين والشتات لا يبحثون عن مطالب محدودة. مطلبنا كبير الحرية والتحرر والتخلص من الاحتلال. آن الأوان. هذا طريقه الجهاد والمقاومة. وليس مشاريع التسوية التي مل العالم منها. بل أقرت أمريكا والعالم أن إسرائيل قضت على حل الدولتين. لم يعد هناك أفق إلا المقاومة.